شيخ جاكسون كان فيه قضية مرفوعة عليك صح وانت عملت معهز زي انا في الاول كنت فكر ان الموضوع هيعدي مرور الكرام حاجة عادية وتعدي متوقع ان مجرد محامي ما وفع قضية قلت اكيد او وفع يعني بلغ للنائب العام ما توقعش الموضوع يعني هياخد اهتمام خالص وفجأت انه اخد اهتمام وتم تحقيق معي فعلا يمكن لمدة 3-4 ساعات في مكتب النائب العام وفي اول التحية انا كنت فكر ان موضوع برضو هيمر مرور الكرام لقيت الاسئلة فعلا جدية جدا ولقيت الموضوع كبير وانا كنت مخطوض اعتقد على مدار الاربع الساعات على اخيرهم وكيل النيابة نفسه اللي كان بيحقق معي هو تفهم جدا ان الموضوع المبالغ فيه ومالوش معنا وحتى لقيته في اخر مع انه كان بادئ بداية جد جدا على اخر الاربع الساعات كان بالعكس متفهم جدا وتعامل معي بشكل جيد جدا لانه انا الحد دلوقتي متفاجئ من فكرة ان ممكن اي حد بلا اي صفة يوح يرفع قضية بهذا الحجم كانت ساعتها صدراء اديان او حاجة كده يرفع قضية بهذا الحجم وتتاخد بجدية من شخص مروش صفة خالص وللأسف ساعات كتير ده بيبقى مش عايز احكم على رغم ان كان عندك تصريح رقابة وكان فيه عرض عام وكل ده ولكن برضو يعني حصل وما حدش اتضايق يعني لحد الوقت الفين بيتعايد في السينيمات وكل في التلفزيون والناس بتشوفوا اونلاين وكل حاجة وما حدش بيتضايق خالص ولما اخذ نفس الكلام ما حدش اتضايق خالص هو بيبقى فيه تخوف هي فكرة الافكار وفكرة انه فيه حاجات مناطق بيبقى فيه خوف الاقتراب منها انه لا هتعمل مشكلة لا بلاش لا خليها مقفولة على نفسها زي ما بنقول يعني فربما دي كانت وقتها نظرية النعامة يعني نظرية انه احنا طول ما احنا بنتكلمش على المشكلة يبقى هي مش موجودة فهو عمو ما فيه اي مجتمع تطور لقدام من غير ما يناقش بشجاعة كل شيء ويوصل في الاخر حتى على فكرة لو انا قلت فكرة وحشة